هذا الفيديو غير مخصص للأطفال أبداً لأنه في بعض الكلمات اللي شويتين ثقيلة مو بس ثقيلة ممكن تكون ما تصلح يسبعونها الصغار وضروري ضروري أن نقولها في المقطع هذا عشان تتضح الصورة الكاملة للجميع فإذا كان في أطفال في الغرفة وأنهم يتابعون معكم الحين شويتين يروحون إلى الجميع تقدرون أنتوا تفهمون القصة وتروحون تحكونها لأطفالكم بطريقتكم الخاصة اللهم أنا بلغت اللهم فشاد الحين عندي سؤال اشتخل الحب باللون الأحمر إذا ذكر كلمة الحب والرومانسية دائماً يخطر في بال الناس اللون الأحمر وكأننا مبرمجين بس اللون الأحمر لا يمثل فقط الحب والرومانسية اللون الأحمر يمثل الدماء والعنف كيف لللون الأحمر أنه يمثل نقيضين يمثل الحب والرومانسية والعنف والدماء إيه نعم قصتنا اليوم عن عيد الحب أو عيد فالنتاين واللي ما تعرف عن عيد فالنتاين أنه ما لا دخل أبداً في الحب لأن لهذا العيد دخل بضرب النساء بأصوات من جلد المعز بشكل وحشي جدا يضربون ومن بعدها يغتصبون ايه نعم سمعتني يغتصبون بعد الضرب ولو تروح على جوجل الحين وتكتب عيد فالنتاين بيطلع لك شكل ذيبة ذيبة ترضع بشر ترضع بعض الأطفال البشريين اشتخل ذيبة ديب واشتخل اللون الأحمر في الحب والرومانسية في الأصل وإذا كان هذا العيد عن الحب فمن وين جاء اسم فالنتاين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مأوانا ومأواكم ومثوانا ومثواكم يا رب العالمين كيف حالكم؟ إن شاء الله أنكم بخير وأموركم إن شاء الله طبعا موضوعنا اليوم جدا مهم في أياما هذه وبالتحديد في 15 فبراير حنا متأخرين شويتين لكن لابد أنكم تعرفون قصة الفالنتاين اش حقيقة هذا العيد في الأصل بس قبل ما نبدأ في قصة عيد الفالنتاين هذا لازم نعرف أن كل الأعياد اللي احتفلون بها الغرب الآن هي في الأصل طقوس وثنية أو عبادات كانت موجودة على وجه الأرض عشان كذا الله سبحانه وتعالى حمان منها وشرع لنا عيدين نحتفل فيهم فقط كل الأعياد اللي يمارسونها الآن هي مبتدعة في الأصل والنصرانية ما قصروا وأخذوها ونموها وابتدعوها في النصرانية وبكذا وصلت لزمننا هذا والتجار في الزمن هذا استغلوا هذه الأعياد عشان يكبرون جيوبهم فأغلب التجار اللي يقودون العالم الآن يحاولون يدعمون فكرة هذه الأعياد وينشرونها ويزينونها عشان تصبح شي جميل في عيون بعض الجحلين وفعلا نجحوا في هذا الأمر لأنه كان عيد فالنتاين هو ثاني أعلى إنفاق سنوي على الإطلاق في عام 2020 أو 2020 فتم إنفاق 27 مليار على مستوى أمريكا فقط فكيف لك بالعالم كامل 27 مليار راحت في جيوب التجار من جيوب القطيح هذولة إلى جيوب هذولة التجار اللي يقودون العالم فأتمنى منكم أنكم تشتهدون في نشر هذا المقطع انشروا في كل مكان خلونا نوصل العلم للجميع وهذه هي وظيفاتنا في الأصل نوصل العلم عشان تقام الحجة والله سبحانه وتعالى المستعد فوضلك شي تاكلها ولا تنسى تابعني على كل السوشال ميديا وكتب أنص أكشن وبإذن الله العلي العظيم راح أطرع لك ندوم نطول بسم الله نبدأ في هذا القصة لازم نرجع ستة قرون قبل الميلاد وبالتحديد قبل إنشاء الإمبراطورية الرومانية كان في هذاك الزمان ملك يسمى أموليوس كان هذا الملك ملك وذنية يعبد الأصنام وكان الملك هذا يحكم منطقة إيطاليا الآن طبعا زمان ما كان اسمها إيطاليا كان لها اسم مختلف بس هي في نفس منطقة إيطاليا الآن كان هذا الملك طاغيا مثل باقي الملوك الوثنيين في ذاك الزمان وكان الملك عندهم بالوراثة يعني إذا مات ملك يحكم بعد ولده يرث الحكم يعني ففي يوم من الأيام هذا الملك اغتصب فتحه وكان يفكر الملك إن الوضع بمر مرور الكرامة سيباقي البنات اللي اغتصبهم يعني بس شاء الله سبحانه وتعالى وحملة هذه الفتحة حملة بتوأم إثنين وأنجبتهم وكانوا أولاد وأولاد يعني راح يريثون الحكم من أبوهما في الملك هنا انصدم بيرث الحكم مني أولاد زنا غضب غضب شديد وقال ذولة أولادي لا لا يا حبيبي أبدا ما يأخذ الملك من بعدي أولاد زنا معلش يعني هو اللي مجاب المصيبة يعني بس عادت وثنياً فصرغ في حاشيته يا جنود خذوا الطفلين ذولة وغرقوهما فقام واحد من جنود الملك وأخذ الطفلين هذولة كانوا طفلين رضيعين يعني باقي ما يتكلمون يعني باقي صغار فأول ما أخذ الولدين الصغار هذولة ناظر في عيونهم الصغيرة هذه والبريئة وهم يطالعون في هذا الجندير فما قدر يتحمل دخلت الرحمة بقلبه طالع في هذولة الصغار النواني يقول رايح أرميهم في النار يغرقون ما يهمني شيء اللي يبغى الملك الحين حرام عليه إيشي قاعد يسوي في هذولة الصغار رسة إيشي يسوي يعني هو أصلاً الجندي مغلوب على أمره يا يقتل هذولة الطفلين يا إنه هو يموت يعني يعدم عصيان الملك عندهم يعدم ما فيه أو إنه يعدب إلى الموت يعني كلها سيحة وهو في طريقة للنهر وشاهي للطفلين هذولها جلس يفكر في طريقة يفكر إيش يسوي والصغار هذول يطالعون في عيونه بكل براءة وهو يقول في نفسه أنا رايح أغرق هذول الأطفال البريئين فجلس في صراع مع ذاته إيليين مر بسلة كانت موجودة في الطريقة فقال بنفسه بحطهم في السلة دي أقل شيء إن عاشوا عاشوا وإن ماتوا فمو ذنبي يعني أقل شيء حاولت وفعلاً بكل خفية أخذ هذه السلة وحط الولدين هذول الأطفال في هذه السلة ورماهم في النهر وراحوا الطفلين في النهر إليين اختفوا تماماً بس اللي ما يعرفه الجندي هذا إن برمية للسلة هذه كوّن إمبراطورية كاملة واللي هي إمبراطورية روما والحين بقول لكم إيش اللي صار بالضبط الطفلين هذول جلسوا في هذه السلة يصارعون أمواج هذه النهر ورب حماهم حتى وصلوا لمنطقة تسمى تل بلا تن نشبت هذه السلة في هذه المنطقة بغصم أغصان شجرة كانت على أطراف النهر كانت هذه الشجرة شجرة التين البري كما يقال وجلسوا هذول الطفلين يبكون بشدة وينامون وهم يرضعون أصابحهم الصغيرة هذه وهم ميتين من الجوع جلسوا على هذا الأمر يوم كامل إليهم باليوم الثاني سمعت بكاؤهم ذيبة وكانت هذه الذيبة نفع ستوبها ولدت والحليب مليان فيها وهرمونات الأمومة عندها فوق فسبحان الله الذيبة هذه شافت الصغار هذولها شافتهم يبكون وحست أنهم صغار نواني فما حست بالخطر وعرفت أنهم صغار فسحبتهم الذيبة هذه من النهر لكهف لها كانت تسكن فيه هي وأطفالها وسبحان الله هذه الذيبة قامت ترضع هذول الأطفال مع أطفالها الصغار فصاروا البشر يرضعون من ذيبة مع الديابة يعني حتى كبروا وقدروا يمشون يعني اشتد سلبهم شويتين وكان في هذه المنطقة رائعي دائما يرعى بالغنم وكان يرعى في هذه المنطقة حول هذاك الكهف فشافهم الراعي شاف في أولاد صغار في هذا الكهف قام شلهم وتبناهم عرف أنهم ضايعين وما عندهم لا أب ولا أم فقاموا تبناهم وعاشوا مع هذا الرائع وكبروا الطفلين وتعلموا من هذا الرائع اللي صار أبوهم التجارة ورعي الغنم وصاروا تجار كبار في المنطقة وعرفوا من أبوهم كيف أن لقيهم في هذاك الكهف وكيف أن هذه الذيبة رضعتهم فكانت القصة مبهرة بالنسبة لهم فراحوا يدورون لهذاك الكهف أليين لقيوا هذاك الكهف اللي عاشوا فيه وصاروا يروحون لهذاك الكهف دائما منها يتذكرون حياتهم وكيف نشأوا هناك وسموا هذاك الكهف لبريكال واللي هي مشتقة من كلمة الذئب بلغتهم أو ظنها اللغة الإيطالية فأخذتهم العزة والكبر بأن ذيبة رضعتهم في حن ذيابة يعني وما كانوا ناس عاديين أبدا في المجتمع هناك فكانوا تجار كبار فقاموا وقالوا لابد أن نذبح ذبايح في هذاك الكهف لازم نذبح لهذه الذيبة اللي رضعتنا لأنها ذيبة ما هي ذيبة عادية أبدا وش اللي نذبح للذيب وش اللي نذبح للذيبة الذيب يأكل الخرفان خراص بالروح نجيب خروفين ونذبحهم وفعلا جابوا خروفين وذبحوها لهذه الذيبة كنوع من القربان وتقديس هذه الذيبة اللي يعتقدون وقتها إنها حافظت على حياتهم بل نجتهم من الموت فكان ذبحهم لهذا الخروفين يوافق شهر فبراير وأصبحت عادة لهذول الأثنين في كل شهر فبراير يروحون يذبحون لروح أو لهذه الذيبة كنوع من التقديس بس تقوصهم ما كانت تذبح فقط صارت تقوصهم تتطور شيء فشيء فصاروا يذبحون القربان للذيبة ويلطخون وجيههم بدماء هذا القربان ومرت السنين وتكونت الإمبراطورية الرومانية كانت نشأتها في إيطاليا وبالتحديد من تل بلاتن هذاك وكان في أواخر القرن السادس قبل الميلاد ويقال بأن هذول الأخوين هم من أسس الإمبراطورية الرومانية فاشتهرت قصتهم أكيدنا بتشتهر يعني اثنين تربوا على يد ذيبة أصبح نوع من التقديس لذيبة وأصبح الناس يؤمنون بأن هذه الذيبة كانت إله ومو أي إله إله الحب والخصوبة كما سموه في ذاك الزمان وكانوا يعبدون آلهة كثيرة إله الحرب وإله المطر وإله الرعد وإله كان عندهم الكثير من الأوثان ومن هذه الأوثان حقتهم إله الحب والخصوبة أو الإله يعني هم يتنقون كده الآلهة هذه القصة أكيد أن هذا آلهة انتهى نعبدها وصاروا يحتفلون بنصف شهر فبراير فنوع من العبادة والقربان لهذه الآلهة لإله الخصوبة أو الحب وبالتحديد من 13 فبراير إلى 15 فبراير بس كانت تقوص احتفالهم جدا بشيعة كانوا يبدون تقوصهم بأنهم يأخذون جرة ويحطون في الجرة أسماء كل بنات المنطقة أي بنت موجودة في المنطقة يكتبون اسمها ويحطونها في هذه الجرة كانت هذه أول خطوة ثاني خطوة يروحون لكهف أو الكهف الديبة هذه ويذبحون في الكهف خروفين وكلب ابتدعوا من عندهم دخلوا كلب في السالفة بس ما خلصت التقوصين كانوا الرجال يخلعون ملابسهم كاملة ويغتسلون بدماء هذه القرابينة يعني وجيههم وأجسادهم كلها مليانة بالدماء وهم عريانين زي ما طلعوا من بطون أمهاتهم ما في شيء ولا قطع يعني ويصلخون جلود هذه القربان ويصنعون من جلودها أسوات للضربة سوت أسوات طويلة جدا ويرجعون للجرة هذه اللي كتبوا فيها أسماء بعض النساء مو بعضهم كل اللي في القرية يعني أو في المنطقة وكل واحد يدخل يده ويختار لفتاة وهذه الفتاة راح تجلت وتغتصبها إيه نعم سمعتني تجلت وتغتصبها وتعرى من الملابس وهذا كنوع من تعظيم أو تقديس هذه الآلهة اللي هي آلهة الخصوبة والحب يعني تعرفون يعني إيش خصوبة كنوع من العبادة يتقربون لهذه الآلهة ويجلسون على هذا الحال كل واحد يضرب بنت ويغتصبها إليه أن ينتهي الاحتفال أو الطقوس أكيد أن يجري في مخك يشدخلها هذه في الفلانتاين أنا بقول لك بس خليني أكمل لك السالفة المهم أن هذاك اليوم كان مليان بالجنس ومليان بالدماء حتى أن المنطقة تتغطى بالدماء يصير المنطقة كلها لونها أحمر ركز لي على كلمة أحمر هذه يعني بنجيك بعد شوية جلد واغتصاب ودماء وقرابين كل هذا المنظر البشر لآلهة تشبه الديبع واللي يرضع منها أطفال صنم المهم أنها مرت السنين وبعت الله سبحانه وتعالى عيسى بن مريم عليه السلام من بني إسراء ومن بعد ما رفع الله سبحانه وتعالى عيسى بن مريم بثلاثة قرون بالضبط وفي القرن الثالث وبالتحديد ما بين 268 ميلادي حتى 270 ميلادي كانوا لا زال الوثنيين هذولاك يمارسون طقوس الآلهة حقتهم آلهة الحب والخصوبة بس كان فيه ديانة ثانية اللي هي النصرانية بس ما كان لها قوة ما كان لهم قوة أبداً في الدولة الرومانية تماماً وكان الحاكم أو الملك في هذاك الوقت اسمه كلاودوس الثاني أعتقد أني قلت اسمه صح يا رب أني قلت اسمه صح ما أنا عارف واللي كان يلقب بقاهر القوطة وهذا يعطيك فكرة بأن فترة حكم هذاك الملك فترة حروبه كان هذا الملك على أنه ملك طاغية لكنه ملك حربي يحب أنه يوسع إمبراطوريته بس كان طاغية يعني فسو هذا الملك دراسة على الجنود دراسة سريعة كانت هذه الدراسة من الأقوى والأكثر اجتهاداً من الجنود العزاب أم الجنود المتزوجين واللي عندهم أهاليه ولقي أن العزاب أكثر توحش في الحرب وهذا السبب لأن المتزوجين يخافون على أنهم يفارقون أهاليهم يخاف أنه يموت ويترك وراه بزران يعني وأهل وزوجها كانوا أقل شجاعة في الحروب وأكثر خوف كانوا جبناء يعني لأن ما كان عندهم عقيدة تدفعهم يعني للحرب أو فكرة أنه بعد الموت جنة ونعيم وأن الله سبحانه وتعالى سيتكفل بأهاليهم لا فكانوا جبناء يعني أما العازم ما عنده شيء يخسره يعني فيجلس هذا الملك يفكر بفكرة خبيثة فكر أنه يمنع الزواج على الجنود كلهم عشان كلهم يصيرون شجعان وبكذا يقدر يوسع الانبراطورية كانت فكرة فيها ذاك الوقت تقرر القرار وحرم فعلاً الزواج على الجنود كلهم كان قرار مصيري في ذاك الوقت هذه فطرة يعني في جميع الجنود كانوا يعني مستعين من هذا القرار لأنها فطرة الانسان أنه يتزوج يعني حتى الجنود اللي عزى به جالس يحارب بقوة عشان يعجب كم بنت يعني مو كلهم بس كثير منهم لأنها فطرة في الانسان وهنا جات بطولة واحد من القساوزة كان قسيس كبير جداً بهذاك الوقت كان اسم هذا القسيس فالنتين كان فالنتين هذا يزوج الجنود بالسر كانوا الجنود يروحون له ويزوجهم بالسر من دوم ما تعرف الحكومة يعني في هذاك الوقت فأصبح الناس يحبونه يحبون هذا القسيس وأصبح هذا القسيس بطل في عيون الشعب فمهما سويت أصلاً الناس بتميل للفطرة بس ما طول وضع هذا القسيس لأن الملك عرف بهذا القسيس وتسربت بعض المعلومات وعرفه ومكانه وتم القفض عليه وحكم عليه بالإعدام مباشرة وتم إعدام هذا القسيس فالنتين في شهر فبراير ويقال بأنه في يوم 14 بالضبط 14 فبراير وتم إعدامه أمام الجميع عشان يكون عبرة بس كان ردة فعل الشعب مختلفة تماماً عن اللي كان يعتقده الملك فأصبح هذا القسيس اللي أعدم قدام الشعب بطل من الأبطال وكان حتى اللي يكرها من قبل صار يحبها العينة بل أصبحت الناس تحتفل بمنتصف فبراير تقديساً وتعظيماً لهذا القسيس البطل بس منتصف فبراير كان يوافق احتفال ثاني تماماً احتفال وثني لإله الخصوبة والحب وكان احتفال الوثنيين في ذاك الوقت أحمر تماماً تحكم الإمبراطورية الرومانية وهنا انقلبت الأعياء وأصبحت اللعبة في يد النصارى هنا أصبح النصارى اليد العليا على الوثنيين وفي هذه الفترة اندمجت الكثير من الأعياد بالنصرانية ومنها كريسمس برضو إذا تذكرون قصتها فصار الاحتفال بعيد هذا القسيس أكثر شهرة صار مشهور بين الناس كلهم في الإمبراطورية الرومانية واللي كانت النصرانية في ذاك الوقت اختارت منتصف فبراير كعيد رسمي وسموا هذا العيد بعيد فالنتاين احتفالاً بهذاك القسيس وبآلهة الحب والخصوبة يعني دمجوها مع بعض وأخذوا لون الدماء واللي كان يغطي الشوارع في هذاك الوقت كرمز للحب واللي إلى الآن الحب يرمز له باللون الأحمر فلا يغرك أن عيد فالنتاين هو عيد مستحدث لا هو عيد وثني قديم جداً مبني على ضرب النساء واغتصابهم بس اندمج ببعض البدع النصرانية في هذاك الزمان إذا أنت عربي ومسلم وجدك النبي صلى الله عليه وسلم وعمر بن الخطاب وعمر بن العاص وعلي بن أبي طالب وفي الأخير تحتفل بهذا العيد يا أخي اتقلها والله لا يليق بك أبداً هذا عيد وثنية عيد مبتدع من النصارى مأخوذ من الوثنية في الأصل سواء حبيت أو كرهت هذه حقائق تاريخية وموقفك من هذا العيد هو يا معك يا ضدك يا تكون إما في آخر القطيع تبع أو تكون أصيل وثابت لك دين تفتخر فيه وما تنجرف مع السيل ولو كثر وبعد ما عرفت قصة الفالنتاين وقيمت عليك الحجة ولا بد أنك من الآن تهجر الجهل ولا تحتفل بشيء من دون ما تعرف إش أصلها في الأصل وإذا أنت منت مصدقني في موضوع هذا القصة راح أحط لك المصادر التاريخية باستراها بالإنكليزي إذا بتفهم إنكليزي روح شوف وقرر بنفسك وبكذا كانت قصة عيد الحب المزعوم أو ما يسمى بالفالنتاين ألين هنا وصلنا لنهاية مقطع اليوم اللهم أرنا الحق حقا ورزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا ورزقنا الحناء اللهم هو بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك شوفكم على خير وبتوحشوني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته